بصيت على حال الدول العربية من أزمات وكوارث وهزائم وضعف وانقسام فهيجي في بالك إحنا ليه وصلنا لكده وهي بدأت مع أشخاص عرب الذين من بينهم ملوك خانوا بلادهم وشعوبهم العربية وكل ده لمصلحتهم الشخصية هحكي لك قصة حياتهم وكيف خانوا وكيف ماتوا وللتوضيح إن مش محتاج أقولك إن تاريخ البلاد العربية في كثير من الخونة فأكيد مش هنكلم عنهم كلهم رقم عشرة أبو رغال تقدر تقول أول خاينة في تاريخ العرب سجالة الكتب عاش الشخص ده قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في اليمن وكانت اليمن في الوقت ده محتلة من الحبشة أثيوبيا حاليا فقرر حكمها إبراءها الحبشي إنه يروح بجيش ضخم من اليمن علشان يروح يهدم الكعبة لكن كان محتاج دليل في الصحراء يدله على الطرق والمسارات للجيش من اليمن لمكة مين بقى يتطوع من نفسه للوظيفة دي؟ أبو رغال اللي قرر خيانة أهله وإخواته العرب والمشاركة في هدم الكعبة مقابل مبلغ مالي كبير وصار إبراءها الحبشي وجيش وراء أبو رغال لحد المسجد الحرام وحصلت القصة الشهيرة طبعاً اللي إحنا عارفينها لكن في منطقة اسمها المغمس قرب الحرام المكي انتهت حياة أبو رغال بصورة غامضة ومن وقتها أصبح رمز للخيانة إذا عجبك الفيديو ما تنساش دعمنا واستنوا الخاين رقم تسعة